فالمهم من الجماعة الملاحدة لما راحوا لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ترتيبه في الأمة رقب أربعة أبو حنيفة جي الأول بعدين جي الإمام مالك بعدين جي الإمام الشفعي بعدين جي الإمام أحمد بن حنبل مالك كان أستاذ الشفعي والشفعي كان أستاذ أحمد بن حنبل فكلمه بقى في قضية الخلق والخالق هو لكون له خالق ولا ملوش خالق أحمد بن حنبل فيه شيء شغله يعني قالوا له ايه شيء لشغلك قالوا هم بصوا قلعة حصينة ملساء شوف ازاي يعني تحس ان ما فيهاش خرمة ابرة يعني قلعة حصينة الظاهر بتاعها زي الفضة فيها جزء كده كله فضة والباطن بتاعها زي الدهب ايوا و ام طالع منها حيوان يسمع و يبصر ايه ده ازاي يعني قال لهم البيضة البيضة خرجت فرخ من جواها كائن حي بيصوصو و يجبر و يجري ايه ده ولو لغة طبعا لو لغة سيدنا سليمان يقول علمنا منطقة طير شوف ازاي ايه ده عجيب سبحان الله قابلو ابو حنيفة كان في العراق و اتولد مية و خمسين مات مية و خمسين هجران امام ابو حنيفة راحوا له جمال ملاحظة برضو يكلموه في قضية هو الكندلو رب امال يعني امال ازاي الكندلو اتعمل ازاي طيب ده كل صانعة لابد لها من صانع قال لهم برضو انا في شيء شغلني و مش اقدر اركز معاكم قالوا ازاي يعني قال لهم بلغني ان سفينة كبيرة قالوا له ايوه ما لها بقى محملة بالبضائع تمام ماشى في وسط المية في البحر ايوه تلاطمها الامواج امواج شديدة اوي وهي ماشى بخط سير معين حتى لا تصطدم ولا ترتطم بالشعب المرجانية اللي حبيرو علىها شحطت ولا دخلت في حتة كده ما ينفعش تدخل فيها طيب وتتحرك من المينة بتاعها في موعد وتصل في الموعد المزبوط قالوا تابعين مشكلة قالوا هم بلغاني انها تسير بغير ربان بلا قائد يعني ملاش ابطان قالوا له هذا امر غير معقول مش ممكن اللي قالك كده كذب عليك ده لازم يبقى ليها ربان ابطان يعني ولازم يبقى واحد القرار بيده هو لو اتنين هيختلفوا واحدة يقول له ما تيجي نأثر المزافة وتقول له ما تيجي نخلش يميت تقول له لا خلنا نمشينا على طول هيختلفوا مع بعض لا لا ما ينفعش لازم يبقى ليها قائد قال لا تتعجبون من سفينة ولا تتعجبون من هذا الكون كلها الترتيب والتدبير الدقيق لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ايه ده كل بمعاد يا سبحان الله وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار طبعا شوف الجنين اللي في بطن أمه قاعد تسع شهور هو عايش ازاي في بطن أمه بيعتمد على المشيمة اللي هي الحبل السري طيب بيتنفس ازاي ولا بيأكل ازاي كل حاجة عن طريق المشيمة طيب هو السؤال وهو جوا في بطن أمه تسع شهور تيجي انت تتعمل على شوات سونار بقى وشوات حاجات دلوقتي بقى وبقى السري دي وفور حاجات بقى دلوقتي بقى العلم تقدم حتلاقي ان الولد اللي جوه ده الجنين اللي جوه ده عنده رئتين جوه في بطن أمه ما بيستخدمهمش على فكرة اه يعني ما بيستخدمش رئتين جوه موجودين عنده ليه جهزين يعني انا اول ما يطلع لنا بالسلامة يبدأ بعد ايه دول يشتغلوا مين اللي عمل المنظومة دي كلها سبحانه جل في علاه ولما قال هو الذي خلقكم من طين كان بيتحدى المشركين لان المشركين قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لما بعثون لما تيجي تسألهم هو انت خلقت من ايه يقول لك من تراب من طين يعني هم عارفين كده طب هو السؤال انت مستغرب انه يرجعك من طراب تاني ما اذا كنت يعني يعني حتى هم يعني في اهل الاستدلال وعلم الجدل يقول لك ده هو هنا بيقول لك اذا متنا وكنا ترابا هنبعث تاني من طراب هيقول له بالتعالي هو انت مخلوق من ايه يقول لك من طراب ا لا يقوله طب انت مستغرب لياه زي كنت انت عارف انك مخلوق من طراب طب هو لو رجعك تاني من طراب يفهم مشكلة يعني انت مستصعب انه ربنا حيرجعك من طراب وانت عارف انك مخلوق من طراب انا هو باست عشان تعرف زي ما انا قلت في حلقة انبارع انهو ده مرض نفسي هو مريض عقلي لأنه العقل السليم مش هيفكر بالفكر ده